سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عبنينيه معكم عبداللطيف السعيد واهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة هو نقيد الفيديو السابق اللي انا نزلته او عكس الفيديو السابق اللي انا نزلته طبعا الفيديو السابق اللي انا نزلته هو انك ازاي تحول النص او المقالات الى بودكاست باستخدام الذكاء الاصطناعي وطبعا الفيديو ده انا شرحت ان انت ازاي تقدر تحول المقالات او النصوص او البوستات وخلاف من الكلام ده كله لبودكاست للناس اللي هي حابة تنشر محتوى على اليوتيوب بيستقنم الزكاة الاصناعية وطبعا كان الشرح ده كان مجاني طبعا احد الاصدقاء طلب مني في التعليقات ان انا اشرح بقى طريقة ازاي احول البودكاست الى نص خلينا اكون يعني صريح معك مفيش طريقة يعني كل المواقع اللي بتعمل الكلام ده كلها مدفوعة يعني مفيش حاجة مجانية وان كانت في حاجة مجانية بتديك عدد دقيق محدود جدا جدا فطبعا البودكاست بطبيعة الحال بيوصل معك لساعات في بودكاستات بتعود تلات ساعات واربع ساعات كمان فالموضوع بالفعل يعني هيكون يعني صعب جدا ان انا اقول لك على طريقة باستخدام الزكاة الاصناعية ولكن هقول لك على طرق مجانية تمام او طرق مجانية ممكن تتبعها سهلة وفي نفس الوقت مجانية بالكامل مش هتاخد منك اي فلوس تمام لان انت هتعملها يا دوي اول حاجة شباب محتاج منكم من اتعملوا لايك للفيديو معلش اعمل لايك للفيديو لان ده بيوصل الفيديو الناس اكتر وبيعمل يعني بيبين ان يعني بالفعل الفيديو عليه تفاعل في اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة تمام عايزين نوصل نص مليون شباب قريب نروح بقى دلوقتي للحاجة الثانية اول حاجة دلوقتي انت محتاج تحمل او يعني تحول النص اا او البركاست الى نص طبعا لو البركاست ده على اليوتيوب فانت طبعا ممكن تقدر يعني تكتب هنا مسلا بودكاست. وتشوف البودكاست اللي انت عايزه. يعني افترضا. انا دلوقت يا سيدة اخش عندي على اول حاجة. وهو البودكاست ده. البودكاست ده بطبيعة الحال هو فيه ترجمة. فيه هنا ترجمة. ما عانش ترجمة راحة فين? بس المفروض ان هو فيه ترجمة هنا هون. مش عارف صراحة ترجمة راحة فين. تعال نشوف هنا اهو. ممكن يكون مشكلة في جوجل. بس هو المفترض اه في ترجمة. فهو ممكن يكون عندي المشكلة في جوجل يعني في الموت صفحة. فزي ما تشايف ان هنا في ترجمة. باستخدام الموقع ده. يعني باستخدام الموقع ده تقدر ان انت تحمل الترجمة على هيئة نص. طيب هتعمل كل تالي وهو ان انت هتاخد عندك الفيديو. بعد كنت راح رايح عندك هنا هو. حاطت الفيديو هنا هو. طبعا هتحمل الترجمة على هيئة نص زي ما تشايف. الفيديو فيه بالفعل ترجمة. الفيديو فيه بالفعل ترجمة. فانت هتقدر يعني تحمل الترجمة على هيئة نص. هتعمل كالتالية. خط. ثم هنا رايح عندك على الايه? او زي ما تشايف. هتيجي هنا عندك على يعني حطت الفيديو عندك هتروح هنا جاي عمل تمام? اللي هو زي ما تشايف. اللي هي الادة دي. هتروح جاي دايس عليها. طبعا لازم انت يعني تشوف هنا عندك ان الفيديو يعني آآ اللغة العربية موجودة. تمام? او الترجمة الخاصة باللغة العربية موجودة. ازا كان باللغة الانجليزية ازا هنهيزر عندك الانجليزية بس انا طبعا حملت باللغة العربية فبدالتالي هيزهر عندي زي ما انت شايف اهو هيزهر عندي زي ما انت شايف بالفعل الترجمة نزلت على هيئة نص شفت الموضوع بسيط ازاي بسيط جدا اهو هسيب لك انا رابط الموقع ده تحت في الوصف ده اول حاجة تاني حاجة لنا افترض ان البودكاست اللي انت حابب ان انت تحمله موجود مسلا على هنا مسلا لو جيت كتبت مسلا يا سيدي اه افتراضا بالمنظر ده هيصار معاك هنا كل البودكاستات اللي انت عايزها يعني بودكاست مش موجود على اليوتيوب او بودكاست موجود على يعني هو عبارة عن ملف صوت او عبارة عن صوت هتعمل ايه بص يا سيدي الحل التاني وهو سهل ان احنا هنترجم الشيء ده طب انت ترجم الشيء ده او يعني تعمل استخراج للنص او يعني تحول النص اه اه الصوت الى نص يدوي الموضوع هيكون طويل جدا احنا هنستخدم حاجة آلية وهو عندك على برنامج اه شم ولا اللي هو اه يعتبر البرنامج ده يعني خاص بمايكروسوفت انت تقدر تحمله هو موجود اساسا عندك على اه يعني لو انت بتستخدم انتز عشرة او انتز حداشر يعني لو انت روحت هنا عندك على وكتبت عندك اسم البرنامج اللي انا سيب لك الموقع بتاعه تحت في الوصف هتلاقي عندك زي ما انت شايف ان انت تقدر انت تتحمله عندك هو مجاني بس تقدر تشتري النسخة تقريبا اللي هو الشهرية او مش عارف كم يعني بمملك حوالي ستين اا 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 او حوالي عشرين دولار يعني مش عارف كم راح بس هو يعني بغض النظر البرنامج ممتاز حمله وثبته بعد ما تحمله وثبته هتف يعني هتفتحه عندك بالمنظر ده طبعا هو هتثبت عندك بالمنظر ده هتروح جاي دايس عليه عشان يفتح معك او لما يفتح معك طبعا هو انا بالفعل يعني كنت عامل شرح مسبق عشان هو بيطول شوية يعني الفيديو ذات نفسه طويل فبالتالي هاجي هنا عندي زي ما انت شايف على الفيديو المسبق او البودكاست المسبق اللي انا عملته زي ما انت شايف اهو ما يشوفون ااجي مسلا اشغل بس افصل الصوت معلش انا اسف عشان خطر ايه هو الملكية بس زي ما انت شايف لما يعني مساعة ما انا ااجي اشغل هو الترجمة بتظهر اوتوماتيك جميل زي ما انت شايف في المنظر ده طيب ازاي اعمل ترجمة اوتوماتيك الموضوع بسيط هتيجي هنا عندك على نيو اه اه مسلا نيو فيديو وهاجي مسلا افتراضا هسحب ملف الصوت معلش هو بس افل لان بالفعل ملف الفيديو اللي انا عملته الاخير كانت ايه الاوي تمام بس افتحه من الاوله جديد وطبعا دلوقتي اه هاجي اعمل هنا عندي اه كرييت نيو فيديو تمام طبعا بعد ما انت تتحمل البرنامج هتروح هنا جاي عندك على امبورت ميديا وهتحط الميديا بتاعتك افتراضا يعني انا اه هحط فيديو بس انت بس انت تقدر تحط ملف صوت يعني انت تقدر تحط ملف صوت الموضوع عادي ما فيش ايه مشاكل بس انا ملف فيديو طيب ايجي احط عندي ملف فيديو اعلم جاي صاحبه هنا ه LAN طبعا ملف في الفيديو دا ايه بسيط اعلم هنا جاي عندي عامل على كابتشن زي ما انت شايفه اللي هو في الخيار الموجود على الجنب ده arroح جاي دايس عليه arroحن ادايس عندي على يول ايه يعني اه اترحم هنا طبعا الفيديو دا ناطق باللغة الانجلزية اقدر ان انا اتركمه او اعمل ملف ترجمة لي بشكل باللغة الانجليزية. هنا برضو بيدعم اللغة العربية. تمام زي ما انتا شفت في البداية. يعني هنا عندي اه الفيديو ده انا عملته اللي هو الفيديو اللي انت كنت لسا شايفينه عمله باللغة العربية. اللغة الفيديو ده اللي انا بالفعل يعني اللي حملته بالفعل بيدعم اللغة العربية هو زي ما انتا شايف. تقدر ان انت تعمله بلغة عربية. بس انا هشرح باللغة الانجليزية كون ان هو اصبح متوفر قدامي. فهنا عندي الفيديو ده ناطق باللغة الانجليزية اللي هي امريكا. اللي هو امريكا. فانجليش لو الفيديو بتاعك ناطق باللغة العربية اللهجة السعودية هتنزل عندك تحت زي ما انت شايف هتنزل عندك تحت على حرف الاي. هتلاقي عندك مسلا اربيك ايجيبت اراك. الخنازير اساسا دول مش عرب لعنهم الله دنيا واخرى اللي هي فلسطين. تمام? ملناش ضعب الخنازير دول. عندك جوردين كويت لندن او لبنان معلش ومراكز ومش عارف ايه وكلام ده كله. تمام? هروح هنا جاية عندي نختار اللي هو مسلا افتراضا اه مصر لو الفيديو بتاعي ناطق باللغة العربية المصرية. عشان يقدر يفلق ما بين اللهجات. لان الزكاية اللي صناعي عشان يفهم ان في لهجة مختلفة اللهجة دي انا اخترتها فهو يقدر ان هو يحمل الداة المسبقة لتعرفه عن اللهجة دي. فانا طبعا الفيديو بتاعي باللغة الانجليزية فاختر اللغة الانجليزية اروح هنا جاية عندي على وانتظر عندي لحد اما يبتدي ان هو بالفعل يعمل ملف اللي هو الخاص بالترجمة زي ما تشايف ان هو بيراجع في الوقت الحالي بعد كده هيكون معاك سريع في فهم اللغة. تمام? هتلاقي عندك ان بالفعل لايه النصوص اضافت عندك هنا هو في اللي هو بس ده كده الشرح. طبعا هتروح جاية هنا عندك على يعني بعد ما يخلص عندك الفيديو اهو زي ما تشايف. تمام? طيب دلوقتي اروح جاية عندي هنا على اللي هو زي ما تشايف هتحمل معاك على هيئة ملف عندك فين هو عندك موجود في طيب هنا تقدر بقى يعني تيجي هنا عندك على جوجل وتحول تكتب هنا عندك بالمنظر ده جميل هتلاقي عندك هنا في موقع اروح جاية عندي فتحه رافع ملف اللي انا بالفعل حملته من البرنامج ده اللي هو الخاص بالترجمة اختار هنا عندي انا عايزه على هيئة وهو هيتحول طبعا ممكن يعني مايتعملش من اول مرة تمام تقدر تعمل على الموقع مش شغل تقريبا طيب تبا له نروح للموقع التاني الموقع مش تغلش توز يعني مش حوار يعني الموقع ده برضو يعني هنا هتلاقي عندك ان انت تقدر ترفع الملف بالمنظر ده تختار مسلا انت عايزه على هيئة ايه هقول لي يا سيد انا عايزه على هيئة اه تي اكس تي زي ما انت شايف اروح جاية عندي على وهو هيبدأ انه بالفعل يعمل تحويل وزي ما انت شايف ان الملف ايه اتحول فمش شرط موقع محدد ممكن تكتب على جوجل تمام هتلاقي عندك بالفعل في موقع كتير جدا بتدعم التحويل في منها المجاناة في منها المدفوعة وبس دي الطريقتين ان انت هتقدر تحول منهم البودكاست الى آآ النصوص جميل طيب ده كان الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه وشوكم بقى على خير ان شاء الله فيديو جديد وما تنساش تعمل لايك الفيديو اشترك في قناة وتفعل الجرس ومع السلامة